تطورات متسارعة ومعارك عسكرية وخصام سياسي لنهايات غامضة الساحة محافظة إدلب السورية والمتحاربون المعارضة السورية مدعومة بالجيش التركي وقوات نظام الأسد برفقة الميليشيات الإيرانية بدعم روسي أما الخصام السياسي فبين متعهدي مباحثات أستانة تركيا وروسيا أيام عديدة وقوات نظام الأسد وميليشيات إيران تتقدم وتسقط المناطق واحدة تلو الأخرى وبلغ بها الأمر أن قصفت نقاط مراقبة تركية وقتلت عددا من الجنود الأتراك الأمر الذي استدعى تحركا تركيا عاجلا جسده قصف مكثف على قوات نظام الأسد أوقع مئات القتلى والجرحى بينهم ضباط برتبة عميد ولواء لم تكتفي تركيا بذلك بل دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى إدلب وأطلقت عملية عسكرية مشتركة مع فصائل المعارضة السورية فكانت النتيجة انتزاع بلدة النيرب من يد النظام والتقدم باتجاه سراقب موسكو رأت جدية وغضبا في التحرك التركي قد يؤزم العلاقات بين البلدين فأعادت اتصالاتها مع أنقرة في محاولة لترقيع ثوب أستان الممزق واشنطن أعلنت دعمها لتحرك التركي وأوفدت مبعوثها الخاص جيمس جيفري إلى أنقرة لبحث تطورات المرحلة الحالية باعتبار أن تعرض أي دولة من حلف الناتو لاعتداء هو اعتداء على كامل دول الحلف ويستوجب التحرك كل هذه التطورات من الناحية السياسية والعسكرية دفعت الرئيس التركي أردوغان ليتوعد نظام الأسد بتلقي ضربات موجعة ردا على قتله جنودا أتراكا مبينا أن الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب لن تستطيع التحرك بحرية تامة كما في السابق تصريح يلمح إلى وجود مباحثات مع واشنطن بشأن إقامة حظر جوي في محافظة إدلب أو تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات قد تغير مسار المعادلة ليس عسكريا فحسب بل حتى في الإطار السياسي اشتركوا في القناة